النهاردة وزير المالية دكتور محمد معيد ومعاه الأستاذ أحمد كوجك نائب وزير المالية للأساسات ورمضان الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للشؤون الدرائب والدكتور مونة ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزرية ومتابعة التكلفات قعدوا مع ممثلي شركة الفيسبوك عشان يناقشوا معاهم طريقة تحصيل الدرائب على الإعلانات والتسوق الإلكتروني وهذه المنظومة لإدارة شركة فيسبوك عندهم خبرة كبيرة جدا فيهم فيها فالوزير أعتقد أنه بعض الاجتماع هتبلور خلال الفترة القادمة صورة لكيفية التعامل على إعلانات الفيسبوك واليوتيوب وسائل تواصل الاجتماع لأنه ده باب للربح يعني انتقلت الإعلانات من الصحف ومن الفضائيات إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومعفية من الدرائب مش معفية من الدرائب تتهرب من الدرائب ولولا أنه فيه ناس انتبهت إلى هذه الثغرة كان ضاعة دولة كثير من هذه الأمور الإدارة الفيسبوك في كل دول العالم تتعامل ضربيا بشكل معين آآ آآ أليه الضبط وآليه المتابعة وآليه التحصيل وآليه التعامل كل دي خبرة آآ لي إدارة الفيسبوك أعتقد أنه المناقشة النهاردة كانت بين الإدارة وبين مسؤولي وزارة المالية بحضور وزير المالية يعني كانت مهمة جدا للأصول إلى صيغة بأن نستطيع منها ضبط هذه العملية خلال المرحلة القادمة